العرباض بن سارية السلمي من أعيان أهل الصفة سكن حمص وهو أحد البكائين الذين ورد فيهم في القرآن ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون روى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال صلى بنا رسول الله الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقيل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهدوا إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثير فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويروى عن أبي الفيض أنه قال سمعت عمر أبا حفص الحمصي قال أعطى معاوية المقدام حمارا من المغنم فقال له العرباض بن سارية ما كان لك أن تأخذه وما كان له أن يعطيك كأني بك في النار تحمله على عنقك فرده قال محمد بن عوف كان قديم الإسلام جدا وقال خليفة مات في فتنة ابن الزبير وقال أبو مسهر مات بعد ذلك سنة 75 ويظن أنه دفن في قرية كفرلاها في محافظة حمص وله مقام وجامع يزوره أهل القرية ومقامه على بعد 27